مأساة في الجيزة مصرع 2 وإصابة 4 داخل منزل بالعجوزة مأساة شهادتها من حفظة الجيزة بالتحديد منطقة 100 عقبة التابعة لقسم شرطة العجوزة اندلع حريق هائل داخل منزل بالشرع الغريب بسبب حادث انفجار استوان الغاز أصفر على مصرع سيدتين وإصابة 4 بحروق متفرقة كعادتها جلسة القصة داخل الشقة بشرع الغريب بمية عقبة التابعة للعجوزة وما كانش بيخطر على البلهم ان فيه يعني اللي كان بينتظرهم اندلعت النيران فجأة بعد سماع صوت ارتطام قوي وتبين من الأمر انه انفجار استوانة الغاز ومشوب النيران في المنزل وسقوطه الضحايا والمصابين بداخله على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بصلاة الإصعاف في المسرح البلاغ بعد ورود اختار باندلاع حريق في منزل بمنطقة العجوزة بسبب انفجار استوانة غاز وقوع ضحايا ومصابين وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزارة الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة انتقال والسيطرة على الحريق وضفعت الإدارة العامة لإحمال مدنية بإشرف اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية في الجيزة بأربع سيارات إدفاق موقع الحادث وتبين اشتعال النيران في منزل بشرع الغريب بمنطقة مية عقبة في العجوزة وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل ما يمتد للعقاة المجاورة وتبين من التحريات وقوع انفجار في استوانة غاز نتج عنه اشتعال في المنزل وفاة سيدتين وإصابة أربعة وشرحت تحيات الأجهزة الأمنية في الجيزة اللي أجريت بإشرف اللواء أحمد الوتيدي إن مصرح السيداتين بسنف تأثرهم بحروق متفرقة وأربعة مصابين تم نقل طبعا الجسامين المشرحة تحتصروا في النابة العامة والمصابين المستشفى تلقي العلاج اللازم شكرا